من رمال الله اللواء عدنان الدميري الباحث الأمني والسياسي سعدت اللواء أهلا بك حتى لنسير في الخط الذي رسمته الصحيفة الإسرائيلية جوزالين بوست أنه قدرات حماس خفضت بما يصل إلى 60% قد يكون هذا الكلام صحيح على كتيبة واحدة فقط وهي كتيبة الشجاعية لكن الأربع كتائب أو ثلاث كتائب البقية قد تكون ما زالت حتى الآن محتفظة أيضا عدد الصواريخ يعني هي تقول انخفضت الصواريخ إلى 1500 صاروخ من 15 ألف صاروخ يعني النسبة تشعر أنها تحتاج إلى مراجعات كثيرة إذن أرجو أن تراجع ما قالته هذه الصحيفة لأن كلامها يصب في خدمة نيتنياهو بأنه أضعف حماس وحماس انتهت وشيء من هذا القبيل بسائل خير لك ولجمهورك بداية لابد من الإشارة إلى أن مصدر المعلومات الوحيد الذي يتحدث بهذه التفصيلات هو مصدر إسرائيلي وليس مصدر فلسطيني ولا يوجد مصادر فلسطينية حتى لدى حماس لتقول لنا ما هو الصحيح أو ما هي الرواية الأخرى لا يوجد رواية إعلامية غير الرواية الإسرائيلية وأنا باعتقادي وبالتجربة وكواحد يعني مهتم باللغة العبرية وأنتقل لغة عبرية وأتابع باللغة العبرية أعتقد أن الإعلام الإسرائيلي بالدرجة الأولى هو إعلاما مجندا هو إعلام مجند تماما كما الجيش ويعمل بنسك إعلامي تماما كما الخطط العسكرية هذا في كل الحروب التي حصلت مع دولة الاحتلال كان هذا الواقع الموجود فنحن نتحدث عن مصدر واحد للمعلومات والرواية لا يوجد مصدر مقابل لا عربي ولا مصدر فلسطيني يقابل أنه هل قوة حماس العسكرية تضررت أو لم تضرر عدد الجنود أو عدد القوات من حركة حماس الذين سلشدوا أو لا أنا باعتقادي أن هذا الحديث هو حديث من لكن مع كل هذا لا بد من أن نشير إلى أن هذه الرواية تغيرت من وقت إلى آخر حتى الآن جلنت وهو وزير الحرب الإسرائيلي منذ أكثر من خمس شهور وهو يقول قضينا على خمسين في المئة من قوة حماس قضينا على خمس شهور كان يقول هذا الكلام قضينا على خمسين في المئة قضينا على أربعين في المئة قضينا على كذا وأنا ابتسمت الصحيح عندما سمعت أنه باقي خمستاشر صاروخ أو مئة وخمسمائة صاروخ من خمسة عشر ألف صاروخ ألف وخمسمائة صاروخ من خمسة عشر ألف صاروخ وكأنه يعني المستمع المستمع ليس غبيا يعني إسرائيل كأنها بتعد الصواريخ بالواحد وكأنه هي لمصدريتهم إلهم وشافوا قديش كم العدد الذي استهلك وكم العدد الذي بقي هذه رواية تؤكد مرة أخرى أن هذا الإعلام البروبوغاندي الذي يقوم به بنتنياهو ووزير الحرب والإعلام الإسرائيلي المساند المجند لصالح روايته بنتنياهو أنا أعتقادي تبسعت له بعيدا عن مقالته أنا أعسف على المغاطع لكن بعيدا عن مقالته هذه الصحيفة الحقيقة أن قوة حماس العسكرية تضررت يعني لا أحد ينكر ذلك وليس من المنطق القول أنه لم تتضرر تضررت ولكن الحديث هنا عن النسب وعن فكرة ضرب البنية الأساسية العسكرية التي كانت تمتلكها حماس وأيضا الجهاد الإسلامي وبعض من الفصائل التي كانت تقف معهم الفصائل الفلسطينية أنا أسألك بخبرتك العسكرية على قياس مدى الضرر في القوة العسكرية لحماس والجهاد وبقية الفصائل يعني أولا يجب أن نعرف أن غزة محتلة نعم وقوات الاحتلال الإسرائيلي تحتل تحتل قطاع غزة بالكامل من محور فيلدلفيا وحتى حاجز بيت حنون حاجز إيرس ومن الشرق ومن الغرب ومن كل مكان وهي تعمل حواجز إسرائيلية داخلية للجيش الاحتلال داخل غزة هذا معروف وهذا يدلل أن القوة العسكرية لحماس قد تضررت وتضررت كثيرا لكن ما أنا بصدد وكنت أتحدث عنه أن هذه النسب التي يعطوها يعني يقدموها لنا أو يقدموها للعالم أنه تضرر 60% و70% واضح تماما بأنه هناك يعني رواية مبرمجة حول هذا الموضوع أما أنه قوات المقاومة وحماس تضرروا آه طبعا والدليل على ذلك أن الاحتلال يحتل غزة يعني لو لم تكن متضررة هل كان ممكن للإحتلال الإسرائيلي أن يحتل غزة بكل سنتيمتر مربع فيها الاحتلال موجود في رفح موجود في بيت حنون وفي الشاطئ وفي كل مكان هذا يشير إلى أنه العمل المنظم العسكري الذي كان موجود قبل احتلال غزة هو ليس موجود الآن القوات نفسها في القيادة والسيطرة تحت الاحتلال لا تكون موجودة قيادة وسيطرة وتواصل ما بين المجموعات لأنه البلد محتلة والبلد تحت مراقبة طيران ومراقبة أقمار صناعية ومراقبة طائرات بلا طيار بالتفاصيل المملة هناك رقابة إسرائيلية فوق غزة على كل سنتيمتر مربع في غزة شكرا ساعة اللواء عدنان دميري الباحث الأمني والسياسي من رمالله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك